موسيقى منتصف الليل في العاصمة طرابلس حياكم الله و اهلا بكم الى هذه النشرة والبداية بالعنوين مقتل ثلاثة عناصر من قوات السعقى جراء انفجار لغم في منطقة الدوارشة بمدينة بنغازي والطيرون الاجنبي يشن ثمان عشر تغارة في جنفودة و يستهدف منزلا لاحدى العائلات و اخرى للعمالة مخلفا عددا من القتلى انفجار سيارة مفخخة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة قبل وصولها لتمركزات قوات عملية البنيان المرصوص في سرط ومستشفى مصرات يؤكد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الى 450 منذ انطلاق العملية مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشعون الانسانية يؤكد حاجة برنامج الاغذية العالمي لأكثر من 9 ملايين دولار لاستمرار تقديم مساعداته للمحتجين في ليبيا اهلا بكم الى تفاصيل افدت القوات الخاصة الساعقة في مدينة بنغازي بمقتل ثلاثة من عنصرها المنتسبين الى مجموعة ابراهيم جعودة تابعة للكتيبة الاولى ساعقة مساء السبت جراء انفجار لغم في منطقة الجوارشة بالمدينة واضفت القوات الخاصة الساعقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة استهدف منذ صباح السبت منطقة جنفودة بالتزامن مع تنفيذ طائرات تابعة لقوات عملية الكرامة غارات جوية وصفتها بالدقيقة على المنطقة قال مركز السراية للإعلام ان 11 شخصا من العملة الوافدة لقوا مسرعهم بعد ان استهدفت طائرة اجنبية من دون طيار مساء السبت منزلهم الواقعي في منطقة جنفودة الواقعة غرب مدينة بنغازي اضافت النفذة الاعلامية لمجلس الشورى بنغازي ان طائرة من دون طيار استهدفت ايضا منزلا لأحدى العائلات بالمنطقة بالتزامن مع وجود العائلات في الداخل مشيرة الى ان عمليات البحث تحت انقاض المنزل جارية للعثور على نجين هذا ولم تتمكن قناة ليبيا الاحرار من مطابقة الخبر مع مصادر اخرى بالمدينة هذا وقد افاد ايضا مركز سرايا للعلام بان طائرات اجنبية من دون طيار شنت السبت ثماني عشرة غارة جوية على منطقة جنفودة اضحت النفذة الاعلامية لمجلس الشورى ثور بنغازي ان قوات عملية الكرامة قصفت منطقة جنفودة باكثر من خمسين قذيفة هاوزر حتى الان لفتة الى ان القصف المدفعي ما يزال مستمرا هذا وقد اضاف مركز سرايا للعلام ان قواتهم رصدت طائرة من نوع بردتور واخرى من نوع كامكوبتر وذلك بتزامن مع تحليق طائرة حربية تابعة للسلاح الجوي التابع لعملية الكرامة في سماء منطقة جنفودة في ملف اخر قال عضو المركز الاعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص ابو بكر مصطفى ان سيارة مفخخة تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قد انفجرت جراء لغم زرعته قوات تنظيم قبل وصولها الى تمركزات قوات عملية البنيان المرصوص واضف مصطفى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الوضع في سرط شهد هدوءا خلال اليومين الماضيين مشيرا الى جاهزية قوات عملية البنيان المرصوص لاي هجوم محتمل واشر مصطفى الى تمكن اربع عائلات عالقة في الحي رقم ثلاثة من الخروج يوم الجمعة الماضي اكد الناطق الرسمي باسم مستشفى مصراط المركزي اكرام جليوان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف قوات عملية البنيان المرصوص منذ انطلاقها الى اكثر من 450 قتيلا على الاقل واضف جليوان لقناة ليبيا لكل الاحرار ان سبب الارتفاع في اعداد القتلى هو وفاة جرح في مستشفيات بالخارج اضافة الى تحديد هوية عدد من الجثث التي لم يتم التعرف عليها في وقت سابق واشر جليوان الارتفاع اعداد المصابين جراء الاشتباكات الى اكثر من 2100 شخص بينهم حالة بتر قال امير القوة الثالثة جمال التريكي ان القوة الثالثة قد اعلنت حالة الاستنفار للاحتياط من اي هجوم محتمل من قبل تنظيم الدولة في حال انسحابه من مدينة سرط الى الجنوب الليبي اوضح التريكي لقناة ليبيا لكل الاحرار بانه تم اتخاذ تدبير لأي طارئ لا سيما امكانية مهاجمة البوابات بالسيارات المفخخة واضف امير القوة الثالثة ان قواتهم تدرس امكانية تفرض حالة حضر التجوال داخل مدينة سبها وضوحيها من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا مضيفا ان هناك دوريات ثابتة ومتحركة داخل المدينة وخارجها واشارت تريكي الى ان تنظيم الدولة لا يجد حاضنة اجتماعية له بالجنوب الليبي داعيا في نفس الوقت اهل الجنوب للتعاون معهم والتبليغ عن اي تجمع مشبوه استهدفت مروحية عسكرية من طراز ام اي خمسة وثلاثين تابعة لعملية الكرم فجر السبت ميناء درن البحري دون ان يصفر الهجوم عن اي اضرار او خسائر في الارواح وكان اجتماع قد عقد في ميناء المدينة خلال اليومين الماضيين ضم مسؤولين بالاجهزة المختلفة بالميناء ومسؤولين من المجلس المحلي في درنة تبحثوا خلاله اعادة تفعيل عمل الميناء كمنصة اقتصادية للمدينة ضمن بنود الاتفاق التي وقعت عليها اطراف عدة بالمدينة ضمن ميثاق درنة من جهته قال الناطق الرسمي باسم مجلس شورى مجاهد درنة وضوحيها حفظ الضبع ان الهدف من القصف الذي تعرض له بناء المدينة هو توجيه رسالة من عملية الكرامة بانها لن تسمح بتفعيل المؤسسات داخل المدينة الا عندما تكون المدينة تحت سيطرة قواتها بحسب قوله اما بالنسبة القصف الجو الذي ستتعرض للمدينة ليلة البارحة وخاصة ميناء المدينة لم يكن الغرب منه تدمير الميناء انما كانت رسالة واضحة من عملية الكرامة انها لن تسمح بتفعيل المؤسسات المدينة وخاصة الميناء وخاصة مدينة الامن انها لن تسمح بتفعيل هذه المؤسسات لكي تكون المدينة دائما في حالة من العزلة في موضوع اخر قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في نشرته الانسانية لشهر اغسطس الجاري ان برنامج الاغذية العالمية يحتاج لأكثر من تسعة ملايين دولار حتى يستمر في تقديم مساعداته للمحتجين في ليبيا كما تعرض التقرير الاممي الى مخلفات السراع الدائري في ليبيا على المدارس والطلاب تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير تسعة ملايين دولار ونصف مليون هو ما يحتاجه برنامج الاغذية العالمي من اجل الاستمرار في توزيع الغذاء على الاسر المحتاجة لمساعدات غذائية عاجلة حتى نهاية العام الحالي في ليبيا حسب ما اردته النشرة الانسانية لشهر اغسطس الجاري الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية مبلغ ان لم يتوفر فان القائمين على توزيع المساعدات الغذائية في البلاد سيضطرون لتخفيض عدد المستفيدين من مساعدات البرنامج من 190 الف شخص الى 120 الف شخص فقط بحسب برنامج الغذاء العالمي هذا وافادت النشرة الانسانية لشهر اغسطس الجاري الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بان الصراع المسلح في بنغازي اصاب مؤسسات المدينة بالدمار وكان لمؤسسات التعليم النصيب الاكبر من ذلك حيث قدرت منظمة الامم المتحدة للطفولة اعداد الطلاب المتضررين من جراء الصراع الدائر في بنغازي بنحو 100 الف طالب في المرحلة الابتدائية و23 700 طالب في المرحلة الثانوية ونقلت تقرير الاممي عن بيانات حديثة صادرة عن السلطات التعليمية في ليبيا تصنيف 558 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا مدارس متوقفة عن العمل ما اثر على قرابة 300 الف طفل في سن الدراسة توثق تقارير المنظمات الدولية والمحلية دوريا خسائر في الارواح ودمارا في البنى التحتية ونزوحا وازمات اقصادية تثقل كاهل المواطن في ظل جدل سياسي متواصل بخصوص وفاق منتظر في ليبيا ينهي ازمات البلاد الى ذلك قال الباحث الحقوقي في منظمة تضامن لحقوق الانسان خالد صالح في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الاحرار ان الحل الان في يد حكومة الوفاق الوطني من اجل توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين حيث ان الحكومات الغربية تنتظر حاليا مخطبة حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن هناك حكومة الان افضح نحترف بها دوليا كل الدول التي سامت هذه الحكومة حتى يعني ابرازها واشهارها هي تنتظر في مخاطبة الحكومة هذه الحكومة لتلبية الاحتياجات الضرورية فاعتقد الان الكرة في ملعب حكومة الوفاق الوطني اعلنت الهيئة ليبيا للاغاثة والمساعدات الانسانية في مدينة بنغازي استئناف عملية توزيع السلة الغذائية حسب اتفاقية برنامج الغذاء العالمي على النازحين المسجلين في منظومة الهيئة من فئة المنازل حسب خطة التوزيع المعتمدة من ادارة الفروع اوضحت الهيئة عبر موقعها الالكتروني انه تم تسليم اكثر من الفي سلة غذائية منذ بدء عملية التوزيع في الثامن عشر من الشهر الجاري واشارت الهيئة الى ان ادارة الفروع سوف تبدأ مهمتها الثانية في توزيع المساعدات خلال الاسبوع القادم وتستهدف نازحية المخيمات والاماكن العامة في موضوع اخر حث المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر مجلس النواب على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في الاتفاق السياسي فور تقديم التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق الوطني اوضح كوبلر في تغريدة اللهوة على حسابه الشخصي بتويتر انه اجتمع مع عدد من عضاء مجلس النواب في العاصمة المصرية القاهرة من اجل تعزيز الدعم للاتفاق السياسي الليبي هذا وقد ناقش المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر مع رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل في القاهرة الوضع السياسي في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة وصف كوبلر في تغريدة اللهوة عبر حسابه الشخصي على تويتر هذا الاجتماع بالممتاز لافتا الى انه يقدر رؤية ونصيحة جبريل على حد تعبيره هذا وقد وصل المبعوث الاممي مارتين كوبلر الى القاهرة السبت في اطار جولة لقاءات مع مسؤولين ليبيين ومصريين من جهته اصدر تحالف القوى الوطنية بيانا اثر اللقاء الذي جمع المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر برئيس الحزب محمود جبريل ناقلا عن جبريل تأكيده خلال اللقاء على ضرورة ان تفكر الامم المتحدة مبكرا في سيناريو هيني محتملين في ليبيا الاول يكون في حال اعتماد حكومة السراج برنامجها لمعالجة الازمة والثاني في حال رفض الحكومة المرتقبة من قبل مجلس النواب مرة اخرى كما اشار بيان تحالف القوى الوطنية الى ضرورة وجود الية دولية بمشاركة وطنية للرقابة على ارادات ومصرفات الحكومة طيلة الفترة الانتقالية لمعالجة مشاكل الادارة المالية الحالية وفق البيان هذا وقد اكد المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر ان زيارته لمصر جاءت للتشاور مع جميع الاطراف الليبية لتحقيق الوفاق مضيفا الى ان الشرعية الدولية ليست كافية وحدها لاعتماد حكومة الوفاق اوضح كوبلر في تصريحات تلفزيونية ان الامم المتحدة تتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي لتفعيل اتفاق السخيرات المغربية قائلا انه لا بديل عن الاتفاق السياسي ويجب ان يكون بليبيا حكومة وفاق وطني واحدة واضف المبعوث الاممي ان الوضع الانساني في ليبيا كارثي ولا يتطلب مزيدا من التأخير مؤكدا ان الولايات المتحدة ستضخ استثمارات بمئتي مليار دولار في عشر سنوات فور حل الازمة الليبية كان من المهم ان نتحدث لكافة الاطراف وكافة الليبيين الموجودون هنا واعضاء المجلس الرئاسي الذين علقوا عضويتهم في المجلس الرئاسي في ترابلس لكي ندفع بهذا التقدم لانني لا ارى بديلا للاتفاق السياسي الليبي في غضون ذلك عربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بتقديم تشكيلة جديدة للحكومة الى مجلس النواب وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد ابو زيد ان قرار المجلس الرئاسي يعد خطوة هامة على مسار احترام المؤسسات الدستورية الليبية ودورها حسب وصفه واضاف ابو زيد ان بلده تتطلع لان تشهد المرحلة القادمة توافقا كاملا بين الاطراف في ليبيا بشكل يدعم التنفيذ الكامل لاتفاق السخيرات وممارسة الحكومة الليبية كافة صلاحيتها بشكل يحقق مصالح الشعب الليبي اشهدت الجزائر بسعي المجلس الرئاسي لاجراء مشاورات واسعة نطاق لتقديم تشكيلة توافقية بخصوص حكومة الوفاق الوطني الى مجلس النواب الليبي اوضحت وزارة الخارجية الجزائرية ان الجزائر تتابع باهتمام تطور الوضع في ليبيا وتولي اهمية انبالغة لتسوية السلمية للازمة عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية بما يمكن السلطات الليبية من مواجهة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اضافت الوزارة ان الجزائر تعتبر اي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام والامن والاستقرار الى ليبيا نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الاحرار وفيها بعد الفاصل تحت شعار دعونا نكتشف مواهبنا معرض في طرابلس يبرز مواهب الشباب بمجالات فنية مختلفة مقتل ثلاثة عناصر من قوات الساعقا جرى انفجار لغم بمنطقة الجوارشا بمدينة بنغازي الطيران الاجنبي يشن ثماني عشرة غارة في جنفودا ويستهدف منزلا لاحدى العائلات واخرى للعمالة مخلفا عددا من القتلى انفجار سيارة المفاخخات بعال ما يعرف بتنظيم الدولة قبل وصولها لتمركزات قوات عملية البنيان المرصوص في سرد ومستشفى مصرات يؤكد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الى 450 منذ انطلاق العملية مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية يؤكد حاجة برنامج الاغذية العالمي لاكثر من 9 ملايين دولار لاستمرار تقديم مساعدته للمحتجين في ليفيا اهلا بكم من جديد قالت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني ان نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيك قام صباح السبت بزيارة لمناطق جنزور وورشفانة في اطار متبعة المجلس الرئاسي لاتفاق فتح الطريق الساحلي ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن معيتيك قوله ان المجلس الرئاسي قام بتكليف وزارة الداخلية بانشاء وحدة لحماية الطريق الساحلي وقد تم التواصل مع جميع مدريات الامن المعنية في المنطقة الغربية وسيكون هناك اليوم الاحد اجتماع موسع بين وزير الداخلية ومدريات الامن ووضع استراتيجية شاملة لتأمين الطريق الساحلي حسب قوله واشارت ادارة التواصل والاعلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى ان معيتيك زار ايضا بلديات الزهراء والماية والتقى خلال الزيارة بعدد من وجهاء من الوجهاء والاعيان وعدد من الضباط والعناصر الامنية المنخرطة في تأمين الطريق رحب بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني بفتح الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلوس ومدن المنطقة الغربية داعيا الى العمل على تأمين الطريق بشكل كامل مؤكدا حقية ابناء ورشفان في العبور بسلام دون تعرضهم لمعاملة سيئة بحسب البيان وطلب البيان بتوفير دعم فوري لمدرية امن العزيزية وغرفة عمليات ورشفان مشددا على عدم وجود حق لأي طرف بقفل طريق لتلبية مطالب مناطقية او جهوية داعيا قبائل ورشفان والزاوية الى الانطلاق من هذا الاتفاق نحو مصالحة شاملة كما شدد البيان على ضرورة اهتمام عضاء مجلس النواب عن منطقة ورشفان برفع المعاناة عن السكان المدنيين المتضررين من الانفلات الامنية والتواصل مع الحكومة لتحقيق الامن في المنطقة اكد عضو المجلس البلدي بمدينة الكفرة مسعود سليمان تكلف الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة الى بن جواد المعين من قبل مجلس النواب عبد الرزاق النظوري للعقيد صالح الزروق بمهام عميد بلدية الكفرة اضاف سليمان لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الزروق سيستلم مهمه الاسبوع القادم موضحا ان قرار التكليف لم يتضمن تجميد عمل المجلس البلدي الكفرة واشار سليمان الى ان خمسة عضاء قد اعترضوا سابقا على العميد السابق لبلد الكفرة مفتاح خليل بسبب ما وصفوه بتجاوزات حدثت في فترة توليه عمادة البلدية لافتا الى ان وزارة الحكم المحلي لم تبدي اي اهتمام بالشكاوى المقدمة حسب قوله يستأثر الترفيه باهتمام المواطن في العاصمة طرابلس رغم زخم الجدل السياسي والمصاعب الحياتية اليومية وهو ما دفع بالعديد لتوجه نحو معرض المواهب الليبية الشابة الذي حمل شعار دعونا نكتشف مواهبنا وجاء ليبرر او ليبرز عفوا جانبا من المواهب في مجالات مختلفة المزيد في سياق هذا التقرير عكفت مجموعة من الشابات بمدينة طرابلس على العمل لمدة ستة ايام متواصلة لانشاء معرض يبرز المواهب الفنية لدى الشباب في مجالات الرسم والنحتي والطي على الورق تحت مسمى دعونا نكتشف مواهبنا حصلنا ما يقارب عن عشرين مشاركة في وقت قصير يعني الحمد لله العدد هو كان كافي وهل بناس جوا ودعمونا المعرض الفني حاضية بمشاركة عشرين موهبة فنية وهم شباب يمتهنون فن النحتي وفن الرسم بأشكال مختلفة ويتمتعون أيضا بموهبة رسم الشخصيات بأقلام الرصاص بطرق إبداعية فضلا عن الرسم الكاريوكاتوري اللي بنبرزوه من المعرض متاعنا هذا أنه نحن عندنا قضي فيه موهبة حلوة في ليبيا وفيه ناس موهبة بس مش مشهورين شوية ونفس الوقت ما فيش اهتمام يعني للجانب الفني هذا اللوحات الفنية بدت لزوار المعرض كأنها صور فوتوغرافية لكنها من صنع رسامين شباب شقوا طريقهم في مجال الرسم مبكرا فأبدعوا هل بمن الشعب اللي ما يعفوش لشن هو الفن يشوفوا فيه حاجة بسيطة مع أنه هو بالنسبة للفنان شغف شغف ويمكن تعبير عن نفسه وعن ذاته يوصل فكرة عن طريق الرسم هذا المعرض مثل أيضا فرصة للشباب الموهبين في أعمال الفن لتبادل الأفكار وإبداع الأراء فيما بينهم أما لم في تطوير موهبتهم وخلق فضاءات أرحب لإبداعاتهم نهاية هذه الجولة الإخبارية من ليبيا لكل الأحرار وهذا تذكير بأبرز العنوين مقتل ثلاثة عناصر من قوات السعق جراء انفجار لغم بمنطقة الجوارشة في مدينة بنغازي والطيران الأجنبي يشنوا ثماني عشرة غارة في جنفودا ويستهدفوا منزلا لأحدى العائلات وأخرى للعمال مخلفا عددا من القتلى انفجار سيارة مفخخات بعال ما يعرف بتنظيم الدولة قبل وصولها لتمركزات قوات عملية البنيان المرصوص في سرط ومستشفى مصراتة يؤكد ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 450 منذ انطلاق العملية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يؤكد حاجة برنامج الأغذية العالمي لأكثر من 9 ملايين دولار لاستمرار تقديم مساعدته للمحتاجين في ليبيا هذا كل شيء حتى الساعة ولمتابعة هذه الأخبار وغيرها عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر على لايفستيشن دوت كوم شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة